موسيقى وهكذا أحبائي شرائع كثيرة في العهد القديم إذا شخص لمث جث يتنجس ممنوع تلمس الأبرس الأبرس يعتبر نجس وعندك شرائع مثلا الدورة الشهرية عند المرأة وهكذا إذا بتخلف ولد إذا بتخلف بنت وهكذا نزف الدم كل هذه الحالات اللي فيها بيتنجس تقصيا نحن نتكلم هون عن النجسات التقصية اللي إلها تشريعات معينة وقداسة معينة إنه يمتنع مثلا لآخر النهار ممنوع يكون مع الناس لازم يكون مثلا منعزل وبعدين لما بيقوم في عملية الغسلات بطريقة معينة بيغسل إيديه إلى كوعه بيغسل وجهه إلى آخره كل هاي الشرائع موجودة في العهد القديم وفي التقاليد اليهودية لكن وكل هذي الشرائع اللي بتحرم إنه على الإنسان لأنه متميز متخصص هذي الشرائع في العهد القديم أثبتت عجز الإنسان والنموس اللي هي الشريعة أثبتت إنه الإنسان فعلا إنه عاجز إنه يصل إلى كمال الله من خلال جميع هذه القوانين فشو بيعمل النموس؟ بيعمل شغلتين الشيء الأول إنه نموس بيظهر عجزي إنه أنا إنسان غير كامل ناقص ومهما حاولت من كل الأعمال ومهما حاولت أطبق كل الفرائد وكل الأشياء بظل عاجز عن المستوى اللي الله وضعه أو حطل إياته لكن الشيء الثاني من خلال النموس أو الشريعة إنه هذا النموس مثل المراي شو أنت بتشوف في المراي؟ بتشوف شخصك لكن هل تستطيع أن تغير مثلا إذا وجهك محفور أو مشوه؟ لا أنت بتشوف حقيقة نفسك فالشريعة النموس تظهر حقيقة الإنسان مثل ما هي وفي نفس الوقت بتقول للإنسان أنت محتاج لخلاص وهذا الخلاص لا يمكن إلا شخص واحد اللي هو الكامل أمام الله اللي هو الإنسان يسوع المسيح في طبيعته الإنسانية اللي استطاع أن يوفي العدالة الإلهية فجاء المسيح أرضنا وتعاطف مع الإنسان وكان مجربا في كل شيء بلا خطيئة الخطيئة لا تستطيع أن تسقط يسوع المسيح فالمسيح عاش بيننا شعر بألامنا حس بأحزاننا حملها تحملها أخذ أسقامنا أمراضنا طبعا أخذ فقرنا أخذ أثامنا وأخذ لعنتنا كله في جسده حتى أنت وانا نتبرر أمام الله الكامل من خلال كمال يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا